عطلة يوم الجمعة أسارت المخاوف البعض أسارت بلبلة أو جدل كمان عند البعض الآخر الحالة بالنسبة لموضوع عطلة يوم الجمعة بحاجة إلى إعادة نظر وتصحيح لأنه في بلديات بعكر دعت لعدم الالتزام بالقرار الصادر والأنون الصادر وهي هناك نوع من عصيان إذا جاءت التعبير معنا بالستوديو الرئيس بلديات برج العرب بعكر عارف شخايدم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك رئيس هل أنتوا بقراركم أن تقولوا للناس لا ما تلتزموا بالقانون ما بتلاقي أنه في عصيان مدني إذا جاءت التعبير عصيان ما بعرف من أي نوع ستغادة نحن ما بنقول للناس هي الناس عم تقولنا نحن منتخبين من قبل الشعب والناس نحن بنعكس أراء الناس نحن بنعكس اللي بتقولوا الناس لأنه نحن منتخبين لنوصل أصوات الناس بسي عنا دولة وفي قوانين وفي مجلس نواب وفي قرارات بتصدر رسمية محترامي لل طب هلأ الناس دعايت أنا وابدأ أدفع درايب بتقولوا لما تدفعي لا نحن ندفع درايب ملتزم لكن الشي اللي بيخص ديننا ولي بيخص تخص درايب ويخص دولة يعني إيه ستغادة أنت اليوم عم تحكي بيوم الجمعة يوم الجمعة بالنسبة لأنه يوم عيد يوم مقدس عند المسلمين فيه ساعتين للصلاة لفريدة الصلاة بالجمعة حسب القانون طب صحيح ما نحن ليش بغيرنا عنده يوم أحد كامل يوم بيلتزم بمقدساته بس كمان في نواب لطاق في اليوم الجمعة بالنسبة لأننا نكتبوا عيد في نواب هن أكروا يعني من نواب بمثلو كل الطواف بمجلس النيابة وفي نواب من عكار كيف يعني ممكن هيدا التضارب أنا ما عبقول أنه لازم أو وش لازم يكون فيه أنا عبقول أنه طالما فيه نواب بيمثلوا كل الطواف طالما فيه ما كان فيه يعني هيمنة بالقرار يعني كان فيه شورة بالقرار يعني لكل وفقوا عليه هيدا الموضوع كله سوا نحن تحت سقف مرجعين دار الفتوى سماحة مفتي الجمبورية المجلس النيابة الشرق أعلق دار الفتوى بيقول لكم أنه ما تشتغلوا جمعة هلأ لا هو نحن بتوجيهاته هو بيقول نحن مقدس عندنا يوم الجمعة يجب أن نعطر وهذا قصة تاريخية عندنا المفروض يكون فيه عطلة رسمية يوم الجمعة مثل ما أخواننا بالوطن وشركائنا بالوطن عندهم عطلة يوم الأحد فنحن من حقنا كمسلمين هل أفتت المفتي هل أفتت أنه أنتو تاخدوا قرار بالتعطيل يوم الجمعة هل أفتت لكم يعني ما أفتت بس هيدا منطلق إيماني هيدا قصة بكل مواطن بس المنطلقات الإيمانية كمان بدأ فتوى يعني بدأ حسم بالمرجعية الدينية أستغادة أنت ما بتعرفي أنه اليوم بالبلد نحن شركاء بوطن واحد ليش أنت اليوم بدأك تحسي حالك مغبونة ليش أنت بدأك تحسي حالك هل في كسر نظر هالآد عند المسؤولين أنه لحتى يطلعوا هالأرار أو هالأنون هني شو فكروا نحن ما بنعرف نحن اللي بنعرف شغلة أنه نحن حسينا حانة بها الوطن شركاء نحن بنعايش إخواننا المسيحية خذي مثل نحن باتحاد بلديات وسط والساحل أيطع نحن عملنا اجتماع لرؤساء الاتحاد البلديات بعكار شاركونا كل المجتمع العكاري وكنا نموزج عن مصغر عن لبنان كل الأخواننا المسيحية مسلمين كلهم واللي ألقى البيان وطالب بيكون يوم الجمعة يوم عطلة هو رئيس اتحاد بلديات الشفات أنطون عبود رئيس بلديات منيارا كان عم يطالب معنا فنحن هذا المنطلق منطلق وطن كبير المطالب والتنفيذ شيء آخر نحن بهالموضوع بالذات كان في فقرة سابقة حكينا فيه ممكن أنه استدراكا لأي مخاطر قد تنجم عنه ولكن اليوم نحن بلشنا نلمس أنه على الأرض على أرض الواقع فيه تطبيق ضد هذا الأنون هل أنتم بلشتوا تفرصوا الجمعة؟ نحن 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 كبلديات ممكن نكون متزيمين بالإدارة رسمية بس حالة الناس طبيعة الناس مجتمعاتنا كلنا بتعطي اليوم الجمعة معتلين يعني أنتم جمعة أبداً يعطل اليوم الجمعة ممندون نحن نقول لأهلنا الجمعة بتكونوا معتلين يعني إذا حدا بده يروح يعمل أي معاملة بالدوائر الرسمية فيه تعطيل الجمعة ستغادة حتى إذا أنا فتحت البلدية حتى قبل الساعة 11 ستغادة نحن حتى إذا فتحت البلدية المواطن يلي هو بيكون عم جاهز حاله وبيعتبر يوم الجمعة هو يوم عيد ما بيجي على البلدية وبيعمل المعاملة فيه فرق أن المواطن ما يجي وفيه فرق أنه رئيس بلدية يقول له أنا ما رح أكون موجود لأشتغل لك معاملاتك أنا بالنتيجة منتخب من قبل الشعب بديعكس خطاب الناس بس البلدية ولا الدوائر الأخرى كمان عم تسكر الجمعة نحن كبلديات نحن هلأ صار عم يصير في تحرك على مستوى عكار مبينح كان فيه اجتماع بدائرة الأوقاف الإسلامية بكل المجتمع المدني بكل الهيئات كل النقابات كل المنتخبين كل الممثلين الحقيقين كلهم عم نمضي عم نوقع على عريضة نطالب فيها الدولة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية برجوع عن هذا الموضوع لأنه نحن ما بنقبل خطة خلينا ناخد أكتر رأي الشيخ علي رباجي مدير أو مدرس الفتوى في عكار مساء الخير سمحت الشيخ يبدو أنه الخط نقطع رح نحاول الاتصال نعود الاتصال بالشيخ علي شيخ علي مساء الخير مساء الخير أخذ غدا شيخ علي يعني اليوم هل منستطيع نقول أنه بقراركم هيدا صار في دوامين بلبنان يوم الجمعة شو فينا نقول أولا مساء الخير سيد صغادة مساء النور إليك ولضيفك الكريم الأخ والرئيس عارف نعم إذا تسمحي لي عطفا على كلامك في بداية الحلقة نعم تحييي لإجلاله أكبر للجيش اللبناني وشهدائه طبعا الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن طبعا ورفعوا جبينه عاليا كأرضه الشامخ نعم وكذلك تحييي إجلال وأكبر لأهلهم وزويهم أولاد أزواج طبعا لن ينسلوا بنان هذه الدماء طبعا طبعا والأفراد والعناصر جميعا صبحت الشيخ لو سمحت يعني مشكورة على هذه التحيات ولكن بيصل بالموضوع هذا واجبنا لأنه عقاري الخزان طبعا للجيش اللبناني طبعا الله يكلميك طبعا ولكن هذا الموضوع مهم جدا لأنه اليوم في حالة إذا ما تم تصحيحها حتكون حالة شاذة بالدولة يعني اليوم بعكر في دعوات للتعطيل يوم الجمعة وعن بيصير في إقفال يوم الجمعة أخذ غادة نعم التعطيل اللي إذا عم بيصير هو تعطيل من الشعب نفسه هادي القرار لامس مشاعر المسلمين والناس جميعا فلهذا السبب الناس انزعجوا وصاحب السماحة هو تصدى لهذا الكلام وهذا اليوم الجمعة الذي اعتبروه يوم عمل نحن نطالب به وطالب به صاحب السماحة المطالبة شيء يا سماحة الشيخ وتنفيذ القرار يعني تنفيذ الشيء المعاكس للقانون الحالي شيء آخر يعني نحن لسنا ضد أنه تطالبه ولكن هل ممكن أنه المطالبة تقترن أو تترافق مع تنفيذ سريع لأنه يكون عندنا اليوم وكأنه صار في عندنا لبنانين مناطقيا في تفريق بين منطقة وأخرى هذا واقع خطير يعني يؤسس لمرحلة خطيرة بالبلد أخذ غادة نعم عارف قالك هو شعور شعبي أبدا دار الفتوى لم تدعو أحد أبدا دار الفتوى أبدا دار الفتوى لم تدعو أحد إلى اجتماع ولا الاعتصام ولا غيره من الناس الناس هبوا خاصة إذا اليوم موظفين ما راحوا على وظيفتهم وتمت معاقبتهم بالدوائر الرسمية شو بيصير يعني اليوم الموظف اللي بعتل حتى فيه بصمات للموظف مفروض أنه يكون موجود بشغله إذا اليوم ما راح على شغله الموظف أولا نحن أو دار الفتوى هي عم تطالب بتصليح هذا الخطأ نعم تعرف أنت هذا القانون شو رفقوا رفقوا أخطاء ولا من قليل كان الأستاذ إلي عم يحكي عن الأخطاء التي رفقت هذا القانون والمشاكل التي صحبته والتعجيات وغيره نعم نعم فإذا هذه الأخطاء أولا نحن نطالب بتصحيحها تصحيحها نعم خليك معنا لو سمحت شيخ علي خليك معنا رح ناخد رأي الأب الأب الجليل المحترم اللي كمان عنده رأي يعني رأي إنساني ورأي ديني ورأي صائب بمواضيع دينية الأب يوسف المونس مصر خير برمونس مصر خير هذا مصر خير ومحبتي لجميع الحاضرين خليني أقول شغل هذا أولا بالفكر المسيحي نعم التعطيل اليوم الأحد هو مثل ما بيقول الكتاب المقدس وهذا القاسم مشترك بيننا وبين اليهود والمسلمين نعم وارتاح الله في اليوم السابع اليوم السابع هو يوم من ولا مسيحي ولا مثلي ولا يهودي هو من عمق الدين الإبراهيمي الأساسي نعم هذا هذه أولا اثنين المسيحيين يستندوا على نهار الأحد على أن الأحد هو زمن قيامة الرب يسوع نعم من هون الالتزام كتابي مشترك والالتزام لهوتي مشترك بس أنا بدي أول إذا اليوم نحن 18 طايفي في لبنان اليهود طايفي بقراء القانون ماذا كمان ما بنعملهم تشريع كمان يمشوا هني متل مبدون مش ممكن إنه كل طايفي تجي تعمل أنوز اللي بديه لبنان لبنان بلد مدني بير مونس ولكن اليوم اللي عم ينحكع إنه المسلمين بلبنان عم يشعروا إنه هني انتقس لا لبنان توافقنا توافقنا أن نكون بوطن مدني لا دين للدولة في لبنان بس يا أبونا نحن شركاء نحن شركاء بيا الوطن متل ما نحن نتمنى أنه الأحد يكون عطلة يا أبونا لأنه يهودي لبنان وطن مدني وآل الشيخ وآل الأستاذ ما فينا نبني ما فينا نبني على شعور الناس ونقرر إذا اليوم شعروا الناس أنه لسا محلة هاجوا بدون يقتلوا رئيس البلدية بنقول لأنه الناس رادي مطال يا أبونا متل ما قالت أنت يوم الأحد بالنسبة لك يوم مقدس وهو عند المسلمين كمان يوم عيد مقدس نحن ما بنقول أنه يوم الأحد وما بنقبل فيه لا بالعكس نحن بنعيد مع أخواننا المسيحية ونقول يوم الأحد هو يوم عطلة ونحن من الزاور نحن وياهم كمان نحن المسلمين هذا بالنسبة يوم الجمعة هو يوم يعتبر عيد وهذا لازم يكون فيه عطلة رسمية وما بيكون يوم عمل لازم المسلمين يروحوا يصلوا ويقسوا ويصوموا ويسمعوا العظة أنا مع أن المسلمين يأخذوا حقهم بس ما بيقرر الرئيس بلدية شو بدوا يعمل عم بتقول بك ترجع على مجلس النواب في قرار أبونا أبونا بس لأل شغل أنا ما عم بيحكي كرئيس بلدية أنا عم بيعكس رأيي الناس اللي في عكتار واللي بالبقاع واللي باللبنان نحن عم نعكس حالة على مستوى الوطن في لبنان في سنة في لبنان في مسلمين خلينا نسمع منطقص بهذا الموضوع أنا جاي من منطقة فيها خصم جري الدروس بكرة إذا قالوا نحن بحالي شعبية بنا نعمل بيمشي لبنان طيب شيخ علي شو رأيك جزء من هذه المنظومة الوطنية الكبيرة لدروس ما نبعد عن هذه المنظومة الوطنية الكبيرة خلينا ناخد رأي رجل الدين يعني كمان أيضا الإسلامي الشيخ علي شو رأيك باللي عم بيقوله بير موانس اللي هو معروف عنه اعتداله عفوا الأب والناس نعم أخذ العضي يوم الجمعة والكلام عن الجمعة إلى زاوية صغيرة جدا جدا وضيقة جدا جدا ما رؤساء البلديات في عكار هم أصحاب القرار ليعطلوا مثلا لا هو الشعب عندنا في عكار هو كله كان معطرد ثم إذا بدي أقولك أنه في طائفي هنا وطائفي هناك في 18 طائفي طيب لكن كل طائفي تأخذ يوم عطلي بيصير عطل لا أصدر من الأيام ولهذا السبب لا لهذا السبب لا حضر طلب عن إذنك شوي الأصل عندنا في عكار أنه فيه شريحة كبيرة المجلس النيابي نعم تعطية كمان مجلس النيابي هو أفطأ يجب تفريح الخطأ الرجوع عن الخطأ فضيلي نريد هذا اليوم يوم الجمعة الذي هو يوم ديني عندنا مقدس عندنا الله عز وجل أنزل له صورة في القرآن سماها صورة الجمعة نريد من هذا اليوم أن يكون لا عيدا دينيا فقط بل عيدا وطنيا لكل لبنان فيه شريحة كبيرة بتقل لي اليهود أين اليهود الدروس أي إنسان له حق المطالبة اليوم أنا كمواطن لبناني إلي حق على المجلس النيابي أطالب هذا المجلس أنا إلي حق أرفع خوطي في وجه المجلس إلي حق بدي إياه أي مواطن لبناني بغض النظر عن هويته بغض النظر عن طؤفته نحن شريحة كبيرة لا أقول لن أتكلم بالطائفية نعم 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 شيح حالي نعم فضل نعم ليش تقدر الإفت أنت مجلس الأولى نعم شكرا لألك بيرم وانس بيرم وانس يعني بطحت فكرتك حضرتك يعني بتعتبر أنه المرجع دار الإفتاء وهو اللي بقرر هو بيطالب النواب شو بدوا يصير هيك برأيك نعم نعم وقرار ويزاري مش غيث بلدية مش غيث بالضاعة نعم مش ممكن شكرا لألك بيرم وانس تفضل بس فيديل لك شغل لأبونا بمقدمة الدستور بيقول أنه المسيحيين واللبنانيين مناصفة بكل الأمور كمان نحن بنقول أنه العطل لازم تكون مناصفة نعم بس أنتوا بتلوموا نوابكن ريس نحن نصرخ بوج نوابنا بس نحن اسلوبنا ونحن قضيتنا تب الناس قال لي اليوم عم تحكي أنه هن عندهم هيدا الحالة بكرة بيرحوا بينتخبوا نفس النواب يعني شو نحن هلأ مرجعيتنا هي دار الفتوى مفتيج جمهورية هو شو قالكم مش مفتيج جمهورية يعني لي ما بيطلع مفتيج جمهوري هن يتعبوا هذا الموضوع بما يخص ونحن وراهن عم ندعب هذه الموضوع لحتى نوصل يعني يمكن اللي عم بيحكي بيرم والناس أنه اليوم في شي خطير بلبنان أنه إذا كل حدا أو كل شريحة أو كل مجموعة إذا كانت رئيس بلدية أو كان مجموعة من تجمع أو جمعيات هي اللي داعيت لالتزام بعدم العمل يوم الجمعة يعني اليوم في عنا خطر على الدولة اللي نحن دفعنا حق كتير لبدال وإفعار إشريا هذه من مجموعة أنت عم تحكي عن طائفة أساسية بالبلد أنت عم تحكي عن طائفة في أمه طب ليش بيعكر صار هيك ما صار ببيروت رئيس بلدية بيروت هو سنة كلنا هلأ كل القوة المسلمة الوطنية المآمنة بالعيش المشترك وقايمة معطلة ويكون عيد للمسلمين إنسان ما يحس هذا المسلم في غبن لأنه إذا بدي يحس أنه هذا المسلم أنه عنده غبن حيتولد عنده أبوه تقسيمية شيخ علي بعدك مانع الخط نعم نعم أخذ غادة نعم تفضل صاحب السماحة نعم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نعم لأس المحاكم نعم القضاة الشرعيون مساعدين القضائيين مدرسون فتوى رؤساء الدوائر الوقفية في لبنان نعم هم خلف سماحة المفتي في المطالبة صاحب السماحة هو الركن والركيزة في المطالبة ونحن كلنا خلفه شيخ أنا بدي أسأل السؤال اللي ما جاوبنا عليه الرئيس اليوم إذا هيد الدعوات اللي هي دعوات مسموعة عند الناس من رجال الدين إذا الموظف اليوم ما راح على وظيفته وتم معاقبته على هالشيء هيدا أنتوا شو رح تعمله نحن الأمر مازال القانون في رد وفي طعونات نحن سنترك الأمر للطعون لكن نحن لا نريد أي موقف ممكن هل أنتم تعنتم أنتم تعنتم لا في النائب حوري النائب الحود نعم وفي أظن أظن سمعت خالد ظاهر النائب الحاصل في طعون قدمت قدمتعان لمجلس بستوري نحن نقول لأي مواطن لبناني نحن تقفل الدولة نحن نطالب بهذا اليوم يوم وطني لا أريد أن أقول نائب سني ونائب أنا أطالب كل النواب لأنه أنا لما تبقى أقف في أي مكان أذهب إلى أي دولة لما تبقى أقول لبناني ما بقول أنا هل أنت تعمل من نواب النواب أن يتقدموا من كل التواقف أنا أطالب النواب المسيحيين نعم أنه نحن كلبنانيين لنا حقوق عليكم لما أنا بنتخب ما بيقولوني أنت عم تنتخب هذا مسيحي أو مسلم إما أنت أخب مرشح لبناني هل وجدتم نواب مسيحيين مستعدين للتوقيع على قرار الطعان إن شاء الله سيكون حتى عفوا بالنسبة للأطول حد اليوم كم نائب عندكم لحد الآن كم نائب أبدأ أستعداده لتوقيع على العريض أو وقع على قرار عريض الطعان في نواب وفي كلام مع دار الفتوى أو رئاس مجلس الوزراء أظن مانا بعيدي عن دار الفتوى وهي عم تنسق كثيرا رئيس مجلس الوزراء يعني من هالنواب فيك تقلنا عنهم من هالنواب يعني خلي الأمر هو دار الفتوى تعلن عنه وأظن في شيء ربما جديد في الأيام القلائم نعم نعم عم يتابع هذا الموضوع على أعلى مستويات نعم مع مفتي الجمبورية مع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى مع القاعدة الشعبية بغض النظر اليوم نحتاج إلى عشر نواب لا يوقعوا يعني نعم أكيد بدي يكونوا أكثر من عشر نواب بدي يوقعوا هذا المجلس ما حدا بيقدر يوقف بوش هاي الشريحة الكبيرة بمجتمعنا ما حدا بيقدر يضغي عيد للمسلمين وبيقول أنا أنتو حزفتكم من هذا المجتمع ما حدا بيقدر ستغادة ما بتفكري خلينا ننهم مع الشيخ ونرجع لك رئيس شو بتحب تديه في سمحت الشيخ صاحب السماحة نعم اتصل برأس ورئيس الدولة الرئيس عون حكي مع رئيس مجلول الوزراء الشيخ سعد الحريري حكي مع رئيس نبيل شو كان الجواب والأظن الكل كان وصلت له الصورة وإن شاء الله يبدي استعدادها هل برأيك أنه وقت أخذ هيدا القرار ما تم إدراك قديش مفاعله رح تكون سلبي بس بدي وصل لك معلومة أخد غادة أنت بتعرف أنه هذا القانون كان أقر بسرعة ولهذا السبب هلأ عني عميواجه هذه الأخطاء سواء في الضريب ولا في غيره وأظن أول طعون اللي قدمته وحتى قبل تقديمه كان في بعض النواب أبدأ أنه سيطعن فيه فلما تقر كذلك أطعن فيه وما زالت الردود على هذا القانون شكرا وأحب أن نوصل بس إذا تريده للأب موانس أنه نحن عندنا في عكار صدقا في المونسينيير أو في المطران هو يمكن معنا في العطة يوم الجمعة برموانس ضد أنه تنفيذ أو المطالبة بتنفيذ قرار يعصى على قرارات الدولة والقرارات الرسمية لأنه هذا بشكل خطر على الدولة في لبنان واضح كان موقفه يعني نحن لن نرفع صوتنا صوت الدولة لكن نحن نريد أن نقص الرسالة للدولة شكرا لألك سامحت الشيخ هذه الطائفة التي قدمت كبار رجالاتها من رؤساء حكومات ومفتين وقضاء هذه الطائفة لا تكون عصاعة على الدولة هي مؤمنة أي نواب اليوم وقعوا على عريض العريضة لحدها النقب عمار حوري أي نواب بعد نقب خالب الظاهر عماد الحود وبعده في سمحت المفي عم يجي اتصالات مع رئاس الحكومة مع النواب لحتى يكملوا هذا المشروع وهذا بده ينجز ما في مجال ما حدا حيقبل هذا الموضوع يفي تراجع عنه أبدا إذا اليوم تمت محاسبتك بما أنه القانون هلأ سار المفعول أنه أنت عم تعصى على القانون إذا كان في محاسبة معينة من وزارة الوصائية على البلدية اللي هي وزارة داخلية شو موقفك؟ أنا أقول لك شغلي أنا بالنتيجة منتخب من قبل الشعب أنا بيعكس رأيي الناس وأهلي ومنطقتي الانتخابوني أنا ما فيني يكون رئيس بلدية ومارس القانون وحق أن يمارس القانون إذا الشعب قال ما بدي يدفع درايب للبلدية لا درايب درايب واجب بس العطلة ما أنا واجب يا ستة هذا أنا ما أني حدا بيقلك تفعي درايب بس ما حدا بيقلك لغي عيدك ولغي صلاتك وارتباطك بربك سبحانه وانتعالى وكون غيرك وتحسي بذبن تجاه غيرك غيرك بيروح بيصلي وبيقدس وهي دحاق لأله وهي دحاق لأله بس أنت المسلم أنك عندك يوم جمعة يوم أنك تروح تمارس عباداتك تبقيته اليوم عم بتكفه وتشتغله للـ 11 وترجع وتتركه يعني لأنه الصلاة بعد الساعة 11 طب بس هي وقفت على الساعتين يلي المسلم بده ياخد فيها فرصة ويكمل فيها إعبادك لا أنه نحن لأنه فيه اكتراحات هلأ أنه تبقى الجمعة لساعة 11 ويزيدوا نص ساعة على الدوام خلال الأسبوع لحتى أنه يتم تصحيح هيدا الموضوع نحن مؤيدين هلأ بسماحة مفتي جنبوري بالمسلم الشرعي الأعلى وين بيحب يوصله نحن معه بس نحن كبلديات كفعاليات عم نتواصل مع كل عمستوى لبنان نحن بدنا العطلة يوم الجمعة يوم كامل أنت تعتبر حالك مش موظف عند الدولة منتخب من الشعب أنا بمارس كل مستوى الدولة تبوا الموظفين بالإدارات التانية عم بيلتزموا بأي عطلة بيعكار بيعكار في دواير عقارية عم تفتح في دواير بكل الدواير الرسمية هل في حركة عمل نحن كل هيئات المجتمع المدني كل هيئات الشعبية كل هيئات هيئة عم تطالب ولكن هل هل الدواير يعني والحركة الشغل الجمعة كيف عم بتكون يعني ناس عم تشتغل ناس لا كيف في عطلة أنا بللك ناس مؤمني بالعطلة ناس مطلب يعيدهم بدي تدفع عن حقها يعني في عطلة الجمعة في عطلة لكن أكيد نحن بدنا نوصل لمطرح أنه في ضرورة لحتى ما تكبر يكبر الموضوع أكتر ويصير في عنا بلبنان دولتين ودوامين أنه يديرا كل ويب ما بنقبل نحن مع الدولة الوحدي ومع المؤسسات نحن مع الدستور نحن نحمينا الدستور نحن في لبنان ما ممكن نرضى إلا نكون نحن مشان هيك عم نقول ما بدنا نحس بغبن نحن بدنا نحس أنه نحن مثلنا مثل أي مواطن شريكنا بالوطن هو عنده يوم عطلة وبيعيد وبيعطل مبكيل العصية شو بتقولون للنواب اللي أقروا هيدا القانون هل كانوا بحالة بغفلة يعني بحالة أنا بأنهم أخطأتوا ويجب التراجع عنه الخطأ والتراجع عنه الخطأ فضيلة وبالطالبه شو هلأ بيصير في عنا جمعة صابت أحد شغال يعني لا أنا من طالب بالجمعة عطلة عزدي جمعة صابت أحد نحن من طالب بالجمعة والأحد ما بنقبل غير جمعة وأحد لأنه نحن مؤمنين بأن شرطات حقين بدل بلد بس ما قبل لأنهم كنت تشتغلوا لسا 11 أنا عم بسأل عم بيجينا أسئلة يعني على الحلقة يعني أنا مش دايما عم بسأل أسئلت أسئلة التعليقات اللي عم تورد على الحلقة أنه أنه ليش ما منرجع الجمعة على الساعة 11 على الأقل تلك هذا الموضوع بيجهى على سماح حلقة الجمهورية والمسجد الاجتماعي الأعلى ونحن متقيدين فيه بس نحن بس ما عم ينحكي كتير في الموضوع ليه أو لك عم ينشغلي عليه بس بهدوء وبإيمانية وبيعتدال ما نحن حنكون سنارة بقسر الدولة أبدا نحن نكون تحت سقف الدولة وتحت سقف المؤسسات وبننطبع هذا الآن بإذن الله شكرا لألك شكرا لكل اللي كانوا معنا بهذه الحلقة اللي كانوا معنا بهذه الفقرات على أمل أنه متابعة الأضايا اللي عم نترحها بأي جديد وفتح ملفات وأضايا جديدة وتصبحوا على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة